رهنت ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران على موجة الضغوط الدولية على السعودية إذ عولت الميليشيو من ورائها طهران صيغة أمريكية وبريطانية لإنقاذها من الحديدة واليمن عموما من خلال مشروع القرار البريطاني المطروح للتصويت في مجلس الأمن الذي منحها انتعاشة بدأت واضحة في تصريحات القيادات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين غير أن التحركات الدبلوماسية للتحالف العربي بقيادة السعودية أفشلت مشروع القرار البريطاني وتراجعت المواقف الدولية لكثير من الدول التي كانت ستصويت لصالح القرار ليتحول الأمل الحوثي إلى غضب وإحباط عبر عنه ضيف الله الشامي الناطق باسم الكيان الإنقلابي إحباط أن جاء بعد أن كانت قيادة الجماعة الحوثية قد أطلقت موجة من رسائل الإطراء والشكر والتعبير عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكان مشروع القرار البريطاني الذي تمكنت الدبلوماسية السعودية من تعطيله يطالب بإيقاف عملية تحرير مدينة الحديدة على نحو يناقض قرار مجلس الأمن الرقم 2216 الذي ينص على استعادة الشرعية وبص نفوذ الدولة اليمنية على كامل التراب اليمنية وأعطى التحالف العربي حق حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتفتيش السفن ما استدعى دعم قوات الشرعية للتقدم من أجل عملية تحرير الحديدة ورغم بطء العمليات ومنح فرص للأعمال الإنسانية داخل المدينة إلا أن ناطق التحالف العربي أكد خلال مؤتمره الصحفي الأخير بأن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف ورفضت الحكومة كل مقترحات تسليم ميناء الحديدة لأي جهة غير الحكومة الشرعية إثر موافقة الحوثيين على تسليمه للأمم المتحدة بل أن الحكومة اليمنية بحسب صحيفة الجارديان البريطانية وبذعم وإسناد من التحالف العربي كانت ستقرر عدم الذهاب وفدها إلى مفاوضات السويد في حال تم تمرير القرار البريطاني الذي كان الحوثيون ينظرون إليه كنافذة أمل تقيهم الهزائم العسكرية والضغط الميداني المتواصل في حين تؤكد السعودية التي تقود التحالف بأن الضغط المتواصل على مليشيات الحوثية الإيرانية والسبيل الأفضل بحسب تصريحات سفيرها في واشنطن خالد بن سلمان